اليوم ما في مقدمة مرة قافلة هنا هنا واصلة يول ليش منفس؟ انت قوم اطلع برة مااني بنسوي سوكتش انه انا وياك شخصيتين اطلع برة خليني اكمل مقطع يلا يلا توكل سك الباب وراك كنت اقول لكم اني منفس اليوم والسبب امس سويت فقرة اسألني في سناب شات وجاني هالسؤال ورديت عليه بهذا الشكل تفضل كذلك ان السمنة قد تقلل فرصك في الزواج نعم هذه حقيقة قلت ان السمنة راح تقلل فرصك من الزواج اذا انتي ما تحفزت انك تنحف فيها كنت قصدي احفزها انها تنحف انه عشان في المستقبل يعني ربي يرزقها بولد الحلال في اقرب وقت ممكن كذلك قلت ان احنا رجال يفضل النحيفات وانا صدقت في ذلك 99.99.99 من الرجال يحبون النحيفات والاناث يحبون الشخص اللي جسمه كويس صح ولا لا 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 لأ لأسف هو صح لكن بعض الناس عندهم لا الموضوع كبر شوية وراح تيك توك شوفوا المقطع قدامكم هذا اللي نزل في تيك توك كنا معلى ايش تيك توك صغار مراهقات بس الموضوع كمان كبر حبتين وراح تويتر ونزلت هالتغريدة اللي امامكم الان قلنا عادي حساب يحبي يسوي بلبل اصلا اسمه الحساب ترند معناه يركز على اشياء ترنديه او الاشياء المثيرة للجدل كنا معلى بس طعن الثالثة تيجي انه يرد على نفس التغريدة هذي شخص انا احبه اندري العملاق ويقول هذا الكلام ويش هالسباكة والغباء اللي نشوفه ويش اللي مفضل النحيفة ويش هالسطحية الغريبة اللي ما ليراسك يا اخي فيه اشياء في الشخصية تهمنا اكثر كلام سليم حلوة وجهة نظرك بس يعني كان يمديك تنظف الكلام كده وتطلع عندو نساء يعني يا اندري والله اني احبك ياه واولا ألف ألف الحمدلله على السلامة وان شاء الله ترجعي السوشال ميديا زي السابق وافضل وبيذن الله انك تكون متوهج ومنتشر ويكون عندك متابعين وتفاعل افضل من السابق فالله يوفقك ويسترل وانا من متابعينك ومن محبينك انا حرد عليك بدون شخصنا يعني تكفى يا جماعة لاحد يفهمني غلط انه انا مثلا جاي يمسوي المقطع هذا عشان اندري لا يعني فكرة اني بغى نوصلها وممكن الناس فهموني غلط فانا يحق لي اني ابر وفي نفس الوقت كوني مشهور اقول وجهة نظري في اي شي معين ما يحق للشخص اللي يشوف وجهة نظري او اللي يسمع وجهة نظري او اللي قرأ وجهة نظري انه يهاجمني ما يحق لك ما عشاني مشهور لا يلغالي لا ترد عليه في وجهة نظري ما تيخصن الموضوع معايا المواصر كل امه شخصا يعني يندري قلت وش هالسباكة والغباء اللي نشوفها يعني انا سبيك انا غبي مثلا اوكي بقول ان وجهة نظري سبكية وغبية عاد وش هالسطحية الغريبة اللي ما لي اراسل مو سطحية لما ترتبط لما الذكر يرتبط بالانثى انت راح ترتبط عليها بجانبين جانب عاطفي وجانب جسدي الجسد عامل مهم النقطة الثانية افرض انه انا انسان سطحي زي ما تقول انا بتزوج وحده عشان جسمها حلو عادي الشرع قال تنكح المرأة نسبها ومالها وجمالها والجسم الحلو من الجمال تكون نحيفة ما قلت تكون رياضية وتكون بيرفكت ويكون نحيفة يعني تكون مقبول شكلها مقبول فقط ما قلت انا ما تكلمت عن المثالية حتى انت يا اندرين كنت تتمرن صح ليش تحافظ على صحتك وبرضه يكون جسمك حلو فهذا الشي انت تبغى في شريك حياتك كذلك انه تكون صحته كويس ويكون جسمه كويس لا تدعي المثالية انت لما تجي تتزوج هتطلب واحده جسمها كويس مستحيل تتزوج واحده وزنها زايد وبدن تقول لي الشخصية اوكي الشخصية عامل مهم بس الجسم برضه عامل مهم واغلب اللي سابيني ذولي بحين اقراركم تعليقاتهم يا جماعة اكيد خاقين على رجال جسمه حلو قبل وجهه مستحيل خاقين على واحد دب ما في واحد دب خاقين عليه الا بندريتة وتوبز وما ذلك طيب نقرأ الردود حق اندري الردود اللي جيت على تغريته ثم نقرأ الردود الناس رد ثاني من واحد اسمه نواف الشمر يقول ما علي هذا يوتيوبر مفلس اذا طلع من لعبة فيفا جاب العيد واذا رجع لفيفا جلسي صايح انا اكبر قناة فيفاوية من سنة 2017 الى الان هذا بفضل الله ثم فضل دعم الجمهور ثم العمل والاستمرارية والمقاطع اللي سويها خارج فيفا برضو كويسة عندي مقاطع كثير للميمز عندي مقاطع بره فيفا وبره الجيمينج رهيبة وحلوة والجمهور يطلبها انا ما ادري ليش تكرهني لكن اصلاخه يا ابو اندري يبون مشاكل تفكير سفيه ما ينشره عليه وين استفاها في الموضوع ويش قلنا غلطي خوي ابو شو والله انك قاهرهم الله يخليك هانا شوفي تعليق حلو هنا المشكلة انه حتى السمين صار يدور النحيفة انا ضد السمنة لانها تسبب بامرات كثيرة جسدية ونفسية غير قلة الثقة بالنفس بس بالنسبة لي لو ماني متزوجة وتقدم لي رجل كويس ما فيه عيب الا انه سمين بوافق عليه بعد الزواج بنحفه عشان صحتها قبل كل شيء يموته يعني في الخير حيبقى انك انت لازم تنحف هذا مطلب شيء اساسي عشان تعيش حياتك يا اخي عشان تقدر تمارس حياتك طبيعي عشان ما تعاني في حياتك يارينا اغلب الردود على تغريدة اندريه الان بنقرر الردود الباقية والله يا شيخ احمد اللي يشوف عنقوسك ما راح يدخلك مجلسه من الاساس لما نبحث عن كلمة عنقوس طلع معناها طلع معناها هذي الربط اللي ورا يا جماعة لما نربط شعرين هذي سموها اصلا غلط انه اربي شاعري فيها كلام مبطل بس خانكمل يا جماعة شهير شنو هذا ما احد يعرفه اللي امه ابي الشرك قريب ثلاثة مليون يوتيوب ثلاثمائة الف تويتر ستمائة الف سناب شات قريب ثلاثمائة الف انستجرام تيك توك ميتين وخمسين انت اللي ما يعرفه اللي امه تكلم عن نفسك اخوي احمد ابي وزنها ثلاث ارقام الله يوفقك السنة تقلب فرصك بالزواج احنا الرجال نفضل النحيفة يتقدون انها ذب الزواج غير مهم بالحياة من اكذب ما سمعت اعطيني شي يسمني ابي اصير كورة ايزي الصباح معصوب سمنا قشطة قلابة شكشوكة مقلقل كبدة الظهر بيبس كبير مهو ديت موفن بطاطس العشا بيزا بابروني ولا لجند خمسة ايام عندي كورتين كمان ما بيأت نمر عادي لكم حرية التعبير بس طلوا على المرايا أول والله أنا طلعت في المرايا وأشوف نفسي حلو أنا واثق جدا ولا أحتاج رأي أحد أنا إنسان الحمد لله الله أعطاني حسن المظهر أنا كل يوم أفتح مقطع وسجل وأقول يلا به ويقول طلوا نفسك أنت طلي نفسك في المرايا وأشوف المكياج اللي في وجهك يا ليل شايف نفسك من يبيك حتى النحيفة بتسمن عشان ما تشوف وجهك ذا يمين بالله آخر هم وأنا مش زالة والله أنا مش زالة أول شيء اهتم بنظافة أسنانه وبعدين أنتقد السمينات فيصل هذا اسمه فيصل كيه آه هذا فريقهم تعالي أخاين تعال أقول لك حاجة أنا كل يوم أفرج سنوني وتمام بس لون السنون الطبيعي هو الأصفر هذا اللي تشوفه وتقدر تراجع المعلومة هذه جايتي بتصيد انت وراسك المربع ها تخيل ننحف ونحرم نفسنا من الأكل علشانكم يضحك داني حاطة صورة كوري أتوقع هذا ولد أيوة اسمه جيمين مغني لو جاكي جيمين هذا وقال لك أنحفي انت موت نحفي تتسلمي على رجله صح ولا لا صح ولا لا بدل ما يتكلم عن أضرار السمنة وكيف الواحد يكون إنسان صحي ورياضي ينشر الوعي يقول السمنة تقليف رسك بالزواج يعني بالأخير لو فيه شخص ماه سمين معناه مو عشان صحته ونفسه عشان يتزوج المنطق مضروب المشكلة أنه أنا جالس أنا في سنابي أقول للناس لازم تنحفون عشان صحت فإذا أنت مغتنعت تنحف عشان صحتك ممكن عشان الزواج تنحف ممكن عشان شريك حياتك أنا أصلا مبدئي أنك تنحف عشان صحتك ثم من الأشياء الثانية وإحنا نفضل الرجال اللي عنده عقل مو الغبي اللي زي أحمد اللي تعرف خلطات سمن 20 كيلو بالأسبوع ترسلي دائرق ضروري لو زيت كيلو واحد تقعد تصيحي تقعد تبكي سمنانا لو جاءت واحدة قالت لك بس كنكس منت شوية تقعد تصيحي طوال اليوم يقلي بيومك نكد ها؟ ومسوية فلا أنت راسك ها؟ ها؟ منشفت شعره اللي كأنه زي وأنا غاسلة يدي منه ما ندخل شعري في الموضوع يعني صح؟ أنا أتكلم في الموضوع وشعري موضوع آخر وإحنا نفضل الرجل اللي يسكت وينكتم بدلا لا يتشرط محسسني أنه ملك جمال وهو الله يستر عليه يحقلوا يتزوج واحدة مثلا بمواصفات معينة يعني فقط التشرط وامور هذه مقتصرة فقط على الجميلين وغير الجميلين لا يأكلون تبن يرى باللي يجي معا لا ها؟ إذا فرص الزواج نفسه ما حد بيسعى لها تموت عزباء أفضل بكثير مما تصوم وتفطر على بصل ويهي الصورة سيئة ولا إيش القصة؟ ياوك الناس راحت للقمر وسوت إنجازات وذول على ما نفس ما هم أولا الناس ما وصلت القمر وإن وصلت القمر فهذا لا يعد إنجاز شي الفايدة؟ بنروح نسكن في القمر وصولنا للقمر يقدم للبشرية خدمة عجيب كيف يقول رأيه؟ كأنه مهم إي مهم؟ لو ما مهم كم ما رديت على التغريدة ونحن النساء نفضل الرجال اللي ما نتهاوش معه على رطات الشعر عادي أنا بشي رطات خاصة فيني قريبا الربطة هذه لها تقريبا ثلاثة شهور معي ما ضاعف بعدين ترى كلها بثلاثة ريال بريالين من حقها يقول أبي نحيف أو سمين هذا الشي راجع له حلو ممتاز يعني دي واحدة تتفق معايا حلو كويس بس مو بالكل مثلك وبعدين لو على الشكل فترى ما أحب اللي يربط شعره ويطوله أنا ما بتزوجك أنا ماني متزوجك وأنا كمان ما أحب اللي تلبس حجاب بيين شعرها ما استفدنا شيء من الحجاب غطي شعرك كامل زي ما تدخل في شؤوني أدخل في شؤوني أختلف معاك يا ولد حارتنا الناس أذواك أخس وفي حارتنا وفي فريقهم والله والله بحق يا ولد وفي أحس ريحة طالعة من الشاشة وصلت للريح إيش فيه كنا غلط حنا وهو شايف وجهة طيب ثلاث مرات أول ما أصحى عشر مرات يوم أسجل مقطع فيديو خمس مرات قبل ما نام كنت أحبه بس طلع كذا أوكي لا تكفى الله يخليك أحبيني يا قهر كل رقب ما أحد يهتم مش تفضلون ترى تحسبون أنا ندور رضاكم يا مرضى ألو وش فيك إذا على أنا أنتوا بلازال عنين كذا مين وكل يتكلم بإسمنا هذا أمسوي أنك فريقهم أقول اسكت لا توطب بطنك وحط قلب إحنا لو بنتزوج نتزوج رجال آه والله في خاطر والله في خاطر الكلمة ودي أقولها بس من جد من جد راح أنسجن والله من جد في خاطري علمك الم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة